موسيقى موسيقى الغفوة التي طالت بلاد السحاب هنا المحاولة للسحاب منذ البداية المحاولة على حدثنا والوراكين للتحدي اذا بعد ذا مال اللحظة اذا منذ البداية يطل سحاب امام البنشي هذه فرصة الاستلام ركان الخالدي تسلم لدينا التعرض لركان الخالدي من جديد الانطلاق تسلم الجواب الى الجهة اليمنى ركان الخالدي خادل هو حمه لسحاب وان المحاولة ارضي بالثمان ولكن ركان الخالدي عندما تذكر هذه الاسماء التي قدمت للسحاب حقيقة يا كثير الاسماء كثيرا عن عصابة وايقاف بالنسبة لنادي السحاب مؤند الحزة اربع مباريات تم ايقافه ولدينا تصل بالوسط التحرك على ابعاد بعد ذلك ركان بالمتابعة ولكن عادل همياني التنفيذ لم يكن بالشكل المطلوب لم يكن بالشكل المطلوب اذا سحاب سحاب ما زال يقف في النهاية لمحمد المحارمة الى الامام ترسل هنا لدينا ركان الخالدي عادل همياني بكل ثقة هذا المعترف اصرف المسعيد احمد ابريس نهار جدفات خلزون الخزامي تنفذ الى الامام تصل للمنشية هنا الاستلاف متابعة للمنشية اذا هذا اللقاء قبل الاخير بالجولة التاشعة الامام هنا الاستثماء نهار جدفات ولكن احمد عبد الحليم تلعب الى الامام ركان الخالدي نشاهد استغطية في النهاية من عادل همياني سحاب في هذه اللحظات لسحاب الى الامام تصل ركان الخالدي ولكن تقطع بكل سهولة هنا للمجابعالي محمد المحارمة الى الامام تلعب لدينا الانطلاقة ولكن سؤال استقبال في النهاية التغطية والامتلاك للمصر اشتركوا في القناة 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 لن تسلح 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 لدينا كل الأذبور الجيد في بطولة الدرع فما يعطي مؤشرات إيجابية تكون أو تلعج وراء مستخلصة من عزي زهرات وعاد عاجل شكل في القليل المشيئة يؤدي في المطلوب يلعب في أعطاب وتاحة بزور ضغط لدينا كل الأذب سيئ المختلفين الثلاثة من المشيئة أراهم متواجدين والشيئة الثلاثة مع عزيز واللعب والأمام وعاد عازل هذه الضرامة طويلة ولكن عازل كما يتوقع الثلاثة واللوحدات على سلم الشركيب العام أي القدم مباراة بتأكيد تحكمل عنوية أي بتأكيد لكل من يتابعة هذه المباراة أعمل مع شاشة الخناس الرياضية الأردنية وأكاد لك يجلب الحظ ترم العوب على طول لمصلحة الجزيرة الأمام يستعمل بيضين بالأرتقاء لترم العوب على طول 18 تسيد عطاق جمعال سابعها بالإعادة سابعها بالإعادة وبالإعادة إيسادة دائما كف مطبوعة من الخصم عطاير عطاير أبدا محمد طنوس يسيطر على طول من العوب على مشارفة 18 يوسف الحكب محمد طنوس يسيطر على طول من العوب على مشارفة 18 يوسف الحكب لمصلحة المنشية المتقجن والذي ينهي الشوط الأول المتقجن على الجزيرة يكون الهدف السيال للآن الله 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 تقلب العشر دقائق على النهاية نهاية هذه المباراة التي انجم نزار محروس قبل المباراة ذكر لي بأن المباراة صعبة وكذلك أسامة قاسم هذه تصديقات المدربين الكبار مهما كان الفريق المقابل بأن المباراة ليست سهلة ترجمة نانسي قنقر